موسيقى موسيقى نحن كنت نتوجده في مدينة مراكش وبتبط بأحد الرياضات في المدينة القديمة وهو رياض حمدان ومعنا أحد المسؤولات على هذا الرياض وهي مدام سليمة مدام سليمة مرحبا بك مرحبا بكم تما عندنا في الرياض رياض حمدان مدام سليمة تحدثين على تاريخ هذا الرياض الرياض حمدان هو إرتورتنا على جدودنا وكنحاولو نحافظو على علاقة المستطاع ونتورو باللمسة المغربية مدام سليمة تقولنا لش تسمى الرياض باسم حمدان حمدان المعناه دياله هو من الحميدين الشاكرين وهو الاسم ديال الوليد يالي وهو صاحب الفكرة وهو المؤسس ديال الرياض حمدان الله يرحموه حيث هو كان مرتبط بزاف بالتورات المغربية وكانك يبغي يحافظ ويوصل لنا ديما ديكتاقافة المغربية ونحن بدورنا كنوصلو على السياح تقدر تقول لنا كيف يميز هذه الرياضة على الرياضات الأخرين في مدينة مراكش؟ نعم، هذه الرياضة المعناه دياله هو أنه الكليان يأتي في الأول وكيمشي واحد من العائلة مهم بزاف بالنسبة لنا أننا نحتاجنا في أي حاجة كي القناة سواجر كنقدرون نديرو معالو سويفي من الأول دياله وسيجوغ دياله حتى الأخرين أهم حاجة كينا في الرياضة عندنا نحن يتقريباً لا نقول مكينة كينا في بعض الرياضات عندما يدخل عند الكليان يحس بالدفء ونحن الدفء هذا الحمد لله عندنا وكان حضو بزافة الامتيازات منهم منهم البلاس جيوغرافيك نحن متواجدين على جوش دقيق من البلاس جمعي فينا ومعلمة التاريخية مهمة بزاف أن السائح يزورها إلى كنف مراكش والحمد لله إحنا قدرنا نعطوله للكس شيء حاجة اللي نوفره جميع الوسائل الراحة باللمسة المغربية وحدة جمع الفنا في مدينة مراكوش يقدر يعيش مراكشي ومامتان موفر لي أي حاجة يقدر يحتاجها بغينا اكتدرنا على الطاقة الاستيعابية لهذا الرياض والخدامات اللي كتوفرها للزبناء اللي كي يجو عندكم نتوفر إلى ستاش البيت دي شامبه دوبل دي شخصين ولا دي شامبه تخيبل دي ثلاثة الناس ولا دي شامبه كواد غيبل دي أربعة الناس ومن ثلاثة الرياضة أن ينزل لفكارة جميع الناس ومن ثلاثة الناس دي شامبه تحديه 24% ومن ثلاثة الناس ومن ثلاثة الناس ومن ثلاثة الناس ويوجد أطباق المغربية 100% هل يكون هناك طريقة سياحة في رياض في صفاعة عامة؟ لن نشعر بها في سيزن لن نشعر بها في سيزن نحن لدينا سوى الموين أو سيزن ويوجد أطباق المغربية 100% إنها سيزنة في المعامة وهو أثناء في مجتمع المغربية في مجتمع المغربية ويوجد أكتوب والدسمبر في المولد في جنوية يوجد أطباق المغربية وهل يوجد أطباق المغربية ولكن الحمد لله لم أرى أن تكون محبوبة لكثير من الأشخاص وكاننا أهم شيئا لأن الأشخاص الذين يذهبون لنا لأنه يمكنك التواصل معه ولكن الحمد لله لأن الأشخاص الذين يجبون أن يذهبون إلى الأشخاص لأنه يمكننا أن يذهبون نسل نحن تشرفنا بضيافات المشاهرة المجارب أو أجانب في الرياض دينا منهم الفنانة الدودية الفنان حات معمور ودوزي وما غاد ينسى بزاف لحقاش الحمد لله كانوا بزاف ديال المشاهر اللي اختاروا يجي ونستقبلوهم في الرياض حمدان ما بين ضيوف اللي استقبلناهم سافرنا وحسنة بالولايات المتحدة الأمريكية ضيف جد فدل لرياض حمدان ما بين الناس اللي كانوا كيجو عندنا الفنان ايكو ان اكزمبل بغايدر سكتش ديالو كيجي كيرتاح النانايا وكي قادلوا سكتش ديالوه تتروبوزي الحمد لله كانتوا هاد راحة نفسية لحقاش وممتون احنا كنا نقرأ بلا جمال الفنان ولكن بعد بزاف على الصداع لاحقاش مع احتي اللابيرانت لدير المدينة جينا فغير مقرب ما ما كانش صداع بغنا يعرفو هاد الفناني اللي زاروكم وستويح لي كيزوروكم كيفاش كتكون انطباعات تيلهم على هذا الرياض الحاجة اللي كاتير بزاف لانتباع تيالي هي كنين بزاف ديالالاجانب اللي كي جوينتنا وفاش كي كونو غاد جين كي بكيو وكنكنو اسسنا واحد الارتبات بناتنا وكنكنو ولينا عائلة وكي يمشوا ولكن كنبقوا على اتصال وحتى الفنانين حتى الفنانين فاش كي يكونوا ف مراكش ضروري كي يجوون من الرياض حمدان حتى كي قتليك الراحة وكتبقى كتكون واحد الارتبات مع دروح اللي كينا هنا قدرت تقولنا شكونا من المشاهير اللي صوروا عندكم فيديو كليباس هنا الفنان حاتي معمور دووز لنا كليب هنا ومجموعة اخرى دووز لنا دي كليب في الرياض حمدان بغيناك تحدثينا على التقص اللي كي يتمييز بها الرياض ديالكم ما بين تقص اللي تقدمها رياض حمدان من جمعة لجمعة كي يكون لنا كي تقدم كسكسو اللي والطباق مغربي وبطريقة المراكشية الكساري وعلى اجواء مراكشية دونك ديفواء كي يكونوا دي كليون اللي كانوا بتويننا ولمشاهير اللي بتويننا وكي يجو كي يكلوا كسكسو نار جمعة وكانتلقوا بهم وكانتضحكوا وكل شي حيث هناك تبقى دار مفتوحة لأي واحد واخيرا نتبغينا نرحب جميع السياح من جميع أنحاء العالم وداروا رياض حمدان في مدينة مراكش مرحبا بكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة